احباي اهلا بكم في حلقة جديدة من بنامجكم مدارب الحياة نتكلم على استراتيجية في منتهى الجمال لإيجاد الحلول لحياتنا صحيح البرنامج بتاعنا مدته 3-4 دقايق لكن صدقوني لما نحط المعلومات في الفاعل ممكن في 3-4 دقايق حياتك كلها تتغير بس ارجوك حط المعلومات في الفاعل اللي انا لاحظته مع الناس كتير حد يجي يقول ايه انا بيبقى عندي تحديات كتيرة في الحياة والدنيا كلها وقفة قدامي ومحطوط قدام حيطة سد والحاجات اللي بيقولوها دي ومش عارف الاقي حل اعمل ايه فاقول له بص عشان نلاقي حل لحياتنا لازم يبقى قدامنا مبدأين اساسيين المبدأ الاساسي ايه لا توجد مشكلة تقف امام عقل يفكر ويركز في الحلول مفيش مشكلة ابدا اتوقف قدام عقل بيفكر في الحلول باستمرار احنا بنضيع التعاقب كبيرة في السبب كان ايه وازاي نعاقب اللي عمل السبب واحنا حظرناه قبل كده ونعيش فترة كبيرة جدا من تفكيرنا بس في الاسباب ايه لا ركز في الحلول عشرة في المية على اسباب وتسعين في المية على الحل الحلول ايه ايه الحلول خلي موخك دايما يركز على الحلول باستمرار الكلام على المشاكل يخلق مشاكل والكلام على الحلول يخلق حلول حاجة بسيطة لكن دي ممكن تغير حتى كلها فكر في الحل قعد باستمرار فكر في الحل نقطة مهمة جدا جدا راعي ان حالتك النفسية تكون ايجابية طول ما انت حالتك النفسية غير ايجابية مش هتقدر تلاقي حلول حالتك النفسية ايجابية يعني ايه تقول لي عندي تحديات كتيرة جدا في الشغل وبره الشغل اه ده اضحك يعني وغني يعني يقول لك لا ما بقولش كده لكن حالة نفسية ايجابية ممكن حالة فيها الهدوء فيها السلام فيها الاسلام فيها الإسلام لربنا فيها الوصول للحكمة فيها التأمل فيها حاجات كتير جدا فيها حالات نفسية كتير جدا تساعدك على الوصول للحلول طول ما انتحالتك النفسية إيجابية ويتركز على الحلول باستمرار وبتتكلم على الحلول باستمرار قصة حياتك كلها تختلف تختلفت عاجات مهمة جدا جدا خطوهم في الفعل هتلاقي فعلا الحلول جات لك باستمرار ربنا إن شاء الله وجات لك كل حلول كل التحديات اللي عندك وتعيش حياة في امتهى السعادة شوفك الحلقة إن شاء الله